أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده مسرورة جداً للتقارب بين تركيا وسوريا وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود شوش أغلو خلال زيارة إلى تركيا قال إن طهران مسرورة جداً لرؤية أن العلاقات بين دمشق وأنقرة تتغير وضف عبداللهيان أن طهران تعتقد أن أي تطور إيجابي بين البلدين سيكون مفيداً للمنطقة على حد تعبيره بدوره قال وزير الخارجية التركي مولود شوش أغلو إن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية وأشار إلى أنه بحث مع نظيره الإيراني الملف السوري والعراقي ودعم وحدة سوريا وبعد قطيعة استمرت 11 عاماً برزت خلال الفترة الماضية مؤشرة تقارب بين دمشق وأنقرة توجت في ديسمبر الماضي بلقاء في موسكو بين وزراء الدفاع الروسي سيرجي شويغو التركي خلوسي أكار والسوري علي محمود عباس ومن المفترض أن يلتقي وزير خارجية تركيا وسوريا قريباً أيضاً تناولنا مع الوزير عبداللهيان الملفين العراقي والسوري بتوسع ونؤكد وحدة الأراضي السورية وهو ما يدفعنا لتقوية العلاقات مع دمشق لتحقيق سلام مستقر ولقد بدأت اللقاءات مع الجانب السوري على المستوى الاستخباراتي ثم تحقق اللقاء الثلاثي برعاية روسية بين وزراء الدفاع والعمل جار على خطوات أخرى ونحن نؤكد أهمية دور إيران في هذه المرحلة والعمل سوياً للوصول إلى نتائج إيجابية من تطبيع العلاقة مع دمشق خاصة عودة اللاجئين السوريين أعتقد أن تواصل الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية ما زال ممكناً لكن مواقف واشنطن بخصوص هذا الملف متناقضة إن موقفنا من الحرب في أوكرانيا عبرنا عنه على أرفع المستويات السياسية وهو أننا ضد الحرب ومع الحلول السلمية لكن بعض الدول الغربية حاولت فرض عقوبات علينا وتقييدنا ونحن نرفض هذه المحاولات نحن ممتنون من تغيير خط العلاقات بشكل إيجابي بين دمشق وأنقرة ونعبر عن سعادتنا البالغة بوصول العلاقات مؤخراً لهذا المستوى سنقوم في إيران بدعم الخطوات المقبلة من هذا التقارب لما له من أهمية كبيرة على أمن واستقرار المنطقة نناقش هذه التطورات مع ضيفين من إسطنبول الدكتور باكير أتاجان مدير معهد إسطنبول للفكر ومن موسكو المختصة في شؤون السياسية والاستراتيجية الروسية ينينا سوبونينا مساء الخير لكم أهلا بكم في الأخبار الليلة على شاشة الحدث سيدة سوبونينا سأبدأ مع حضرتك وزير الخارجية الإيراني وصل إلى تركيا بعد زيارة إلى سوريا أيضاً فيما يفسره البعض بأن إيران تحاول أن تقفز كذلك على خط ما يحصل بين أنقرة ودمشق هل تسمح روسيا بذلك الآن دور إيراني أو رعاية إيرانية لهذه المصالحة؟ مساء الخير أكيد إيران تحاول أن تدخل على هذا الخط وروسيا ليس لديها مانع بالعكس تماماً روسيا ترحب بأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح إيرانيين في هذه المعادلة هذا لابد منه روسيا لا تريد أن يتم التقارب بين تركيا وسوريا على حساب مصالح إيران إذا كان هكذا فإيران كانت ممكن أن تضع عراقيل أمام هذه المعادلة ولكن هذا لا يحدث وروسيا تتمنى أن لا يحدث ذلك بالعكس روسيا ترى بأن إيران تريد أن تفهم ماذا يحدث وتريد أن تنسق خطواتها مع كل من تركيا وسوريا وروسيا خاصة أن هناك من سنة 2017 تعانوا الثلاثة في إطار اجتماعات أستنى وهو ما بين إيران تركيا وسوريا صحيح نفس السؤال أن نقوله إلى دكتور باكير من نجة نظر تركيا لأنه كانت التحليلات دكتور بأوقات سابقة تقول أن تركيا لم تكن ترغب بإيران كوسيط توابئ أنه أصلا في اليوم مشاكل معينة موجودة وقلق معين لدى تركيا من أن يكون في بعض المصالحة مع النظام انتشار للميليشيات الإيرانية على حدودها وليس للقوات السورية اليوم في دور إيراني بدأ يتضح هذا مقبول تركيا؟ مساء الخير تحقية لك ولضيفتك الكريمة طبيعي يعني خلي نبدأ من النهاية التركية ترفض بشدة الوساطة الإيرانية لأن إيران غير جدية وعلما بأن الطلب التركي جاءت من روسيا بأن تكون إيران خارج هذه الاتفاقيات ولكن للأسف الشديد عندما كانت وساطة روسية نعم التقى الوزير إلى استخباراتي ووزراء دفاع ولكن مزراء الخارجية لن يلتقيان بعد والمانع هي إيران والدليل على ذلك الطلب السوري واضح جدا سوريا الآن وخاصة النظام السوري في معزق نعم لا تعرف ماذا تفعل هل تريد أن تذهب إلى تطبيع مع تركيا بوساطة إيرانية أم بوساطة روسية ما الفرق بالنسبة لسوريا دكتور بكير لماذا إما هذه أو تلك ضيفتنا من موسكو تقول أن موسكو لا تعارض دور إيراني نعم ولكن الدور الإيراني واضح لسبابين رئيسيين أولا إيران كانت وما زالت تريد تقسيم أو توافق على تقسيم سوريا وأن تكون في شمال السورية منظمة مدعومة مثل إن كانت حزب العمال الكردستاني الذي ما زال متواجدا في الأراضي الإيرانية أو أن تكون هناك ميليشيات تابعة لها كما هي في حشل الشعبي في العراق والتي تتدخل في الشأن العراقي بشكل كبير وهذا إذا حصل أن تكون هذه الميليشيات في شمال السورية تابعة لإيران مع حزب الله وعناصر أخرى التي جاءت منها من العراق ومن أفغانستان ومن إيران ومن دول عديدة وأن تكون لها خط تصل إيران شمال العراق شمال السورية إلى البحر المتوسط وهذا يتناسب ويتغنم مع المشروع الأمريكي بالنسبة لتقسيم سوريا وهذا حصل بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين قبل سبع سنوات في سلطنة عمان وبوساطة عمانية في هذه الفترة حول مشروع تقسيم سوريا من هذه الفترة وليست بجديد أنا سأرجع لك بموضوع التقسيم الداعم الرئيسية للإرهاب في سوريا سيدة سوبونينا أيضا كذلك إذا أردنا أن نرجع قليلا إلى الوراء لم تطلب روسيا مساعدة إيران بهذه الوساطة وبأي أمر يتعلق بسوريا وتركيا ولا تطلب مساعدتها بأمور أخرى إلا عندما بدأت حرب روسيا على أوكرانيا هل أنهت هذه الحرب والدور الإيراني الآن فيها أنهت أي خلافات روسيا إيرانية قد كانت موجودة بفترات سابقة بين الطرفين؟ أنا أختلف مع هذا التحليل لأن العلاقات ما بين روسيا وإيران كانت تتطور حتى قبل بدأ المواجهة في أوكرانيا نعم كانت هناك تباينات في وجهة النظر ولكن هي كانت متعلقة أكثر شيء بالتعاون الصنائي والسبب الرئيسي كان أن طهران كانت تريد أن تتطور هذه العلاقات أسرع ولكن روسيا كانت تأخذ بعين الاعتبار العقوبات الدولية والغربية ضد إيران روسيا كانت تأخذ بعين الاعتبار علاقاتها مع الدول الغرب الآن هذه العلاقات السنائية ما بين روسيا وإيران هي تتطور بسرعة نعم أحد أسباب هذا الشيء هي تشديد العقوبات الغربية ضد روسيا وبشكل عام الآزمة في علاقاتها مع منظمة حلف ناتو وقبل كل شيء مع أمريكا طيب دكتور باكير حكيت حضرتك على موضوع مشروع تقسيم سوريا الذي قد يكون موجودا واليوم نعود من كلامك كذلك للتذكير بكلام وزير الخارجية التركي الذي شدد على وحدة الأراضي السورية ولكن بحيث الوقت هذا الموضوع أو هذه التصريحات فهمت بأنها رسالة للرئيس السوري بشار الأسد الذي شدد على موضوع وحدة الأراضي كشرط لأي مصالحة مع تركيا عندما يذكر موضوع وحدة الأراضي الآن هل يعني انسحاب القوات التركية من سوريا؟ يعني أولا من حيث المبدأ التركية كانت وما زالت وفي المستقبل سوف تنسح من الأراضي السورية لأن مهمة بالنسبة لتركيا وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري ولكن للأسف الشديد روسيا والولايات المتحدة وإيران علما بأنهم يختلفون في هذا التقسيم من حيث المبدأ يعني على سبيل المثال روسيا تريد استقلال ذاتي ولكن في شمال سوريا استقلال ذاتي ولكن تحت حكومة مركزية بينما الولايات المتحدة تريد دولة مستقلة في شمال سوريا بينما إيران تريد أن تكون كما هي في سليمانيا يعني حكومة تابعة لها في شمال سوريا وبتحت سيطرة حزب العمال الكردستاني حزب الاتحاد الدموقراطي التي هي متملة لبعض ما لبعض فهنا اختلاف جزري وأيضا الحكومة المركزية يعني كما هي في العراق حكومة مركزية تابعة لإيران وفي سوريا حكومة مركزية تابعة لإيران وفي شمال سوريا حكومة استقلال ذاتي تابعة أيضا بشكل ما لإيران وهنا التوافق أمريكي إيراني ولكن لا يوجد التوافق الروسي إيراني علما بأن ضيفتك الكريمة قبل سنوات عندما نسقت الولايات المتحدة وروسيا على التدخل في سوريا كان هناك تنسيق على مستوى عالي وهي التي حضرت هذه الاجتماعات في واشنطن وفي الولايات المتحدة مع وفد روسيا على مستوى عالي وهي التي كانت تقول بين الحين والآخر أعتقد أن هذه المرة هناك التوافق روسي أمريكي في الشرق الأوسط وخاصة بالنسبة لتدخل الروسي في سوريا ووصولها إلى البحر المتوسط ولا يوجد معارضة من طرف الولايات المتحدة أذكرتها لأن ضيفتك تعرف جيدا في هذه الفترة كيف كان التوافق وكانت تقول أتمنى أن تستمر ولكن نجد في الفترة الأخيرة بأن هذا التوافق نعم موجود ولكن هناك اختلافات بسيطة لأن الولايات المتحدة وروسيا تسعيان إلى السيطرة على سوريا يعني توافق على حساب تركيا دكتور بكير لكن ليست كدولة واحدة بتقسيم أفراني تقول أنه على حساب تركيا وبتقسيم سوريا وبتقسيم المناطق نعم نعم للأسف الشديد لو لماذا الآن تقبل وساطة روسيا بهذا حاله سيدة العزيزة تركيا تقول لأن في الفترة الأخيرة كان هناك بند مهم من الضامن الروسي والضامن الإيراني والضامن التركي بأن وحدة الشعب السوري ووحدة الأراضي السورية فهذه كانت مبدأ فتركيا لذلك ما زالت تصر هي على استعداد بالتطبيع مع سوريا ولكن إذا وافقت الروسي والإيراني هذا كانت مبدأ من البداية ولم يكن في استعداد للتطبيع على وحدة الأرض السورية ووحدة الشعب السوري هو مش بس هذا الهدف التركي أصلا من التطبيع بس رح أرجع لك سيدة سوبونينا ما ردك على كلام الدكتور بكير أساسي أنا قلت هذا أساسي والله غريب لأنه أنا دائما أنتقد أمريكان وهم يستحقون هذا الانتقاد وأنا مختلفي تماما مع ما يقوله ضيفكم الكريم مع كل الاحترام لأنه أنا أرى أنه هناك ولكن أنت صرحت مرارا عفوا أنت صرحت مرارا على هذه العلاقة الروسية الأمريكية للأسف الشديد قبل سنين ومع بعض كنا في نفس اللقاء أنا ما صرحت أنا ما صرحت صرحت يا سيدة العزيزة بكير خلينا كنت في الولايات المتحدة في هذه الفترة عندما رجعت مباشرة 2015-2016 تفضل أنا كنت في أمريكا وكنت في دول أوروبية عديدة وكنت في اسطنبول وأنقرة كنت في أماكن وكنت في تهران مرات كثيرة أنا أقول من هجلي من أجل التنسيق وليس الزيارات دائما كنت أقول أن الوجود الأمريكي في سوريا ليس له أي أساس وهذا الوجود غير شرعي ودائما كنت أنتقد أمريكان على دورهم في الشرق الأوسط بما فيه في سوريا فأنا أستغرب هذا الكلام لأنه أنا دائما كنت أقول أنه حتى بوتين اقترح تعاونا بمكافحة الإرهاب لأمريكي ولكن هذا المقترح كان مرفوضا وحتى في سوريا رئيس بوتين نفسه اقترح تعاونا لأمريكا مثلا في مدينة رقة ضد تنظيمات إرهابية ولكن هذا كان مرفوض وهذا كانت أقوله دائما عبر مؤتمرات علمية ولقاءات سياسية وأيضا على شاشتكم مرالا فهذا ردي على هذا الكلام الشاهد على هذا الحديث عفوا جون كيري وزير الخارجية الأسبق تتذكرينه جيدا ماذا قال في هذا اللقاء التي حصل بينكما دكتور باكير يعني الموضوع لا علاقة له نحن نناقش ملف آخر لكن للأسف أريد أن أذكر بعض النقاط لأن ضيفتك العزيزة تستطيع تبعد تماما متى الموضوع مش شخصي وليس شخصيا أبدا بأي حوار نحومي لا لا طبيعي أنا أقول كدولة ولست أنا لا أشخص عفوا أنا أقول كروسيا لا نريد هجوم شخصي على ضيفتك أقول كروسيا مشروعة نفس المشروع الأمريكي متفقين 100% على هذه التحالف هذا الحديث يجب أن يكون له أيضا لقاءات أخرى شكرا لكم اليوم هذا المساء على مشاركتكم معنا شكرا جزيلا ضيفتنا من إسطنبول دكتور باكير أتجان مدير معهد إسطنبول للفكر وضيفتنا من موسكو المختصة في شؤون سياسية والاستراتيجية الروسية يلينة صبونينا